عبد الرحمن مطلق شاب كفيف تدفعه عزيمته القوية إلى الإبحار في علم البرمجة الحاسوبية فبالرغم من الصعوبات التي يواجهها إلا أن عبد الرحمن استطاع الإحاطة بكيفية جدولة شتى أنظمة الكمبيوتر وهندستها بمحاولاته العلمية المتكررة يسير بخطى الواثق مع من كانت وما زالت نصير تفوقه ونجاحه يسترشد طريقه بثبات مستعينا باتجاهات بوصلته المعرفية التي قادته وما برحت تقوده نحو فلاح ذاته حتى اللحظة لطالما عرف الطالب عبد الرحمن مطلق بعمق بصيرته النير التي يستقرئ من خلالها تلك السبل النافذة نحو مسارات فلاحه وتفوقه كفيف كفء يكافئ نفسه ويلبي رغبتها الجامحة والنهمة في الارتواء من نبع العلمي لتنهل منه ما كان غير معروف لديها لتتحول النفس من هاوية يستغويها الفضول مجرد الفضول لاكتشاف ثقافة ما إلى ملمة بعلوم لم تفكر يوما بامتطاء جوادها بمهنية حتى أصبحت متمرسة بها لتتوجه مسرعة نحو فهمها وإتقانها بدايتي كانت في فتح القفل أو فتح الآيفونات المقفلة بالباس كود إذا حل مثلا نسل باس كود أو رمز الدخول أستطيع أن أفتح الجهاز أنا كنت أشتغل على برنامج الآيتونز والله الحمد قدرت أني أفتح العديد من الآيفونات من ثم انتقلت إلى الأندرويد الرأي رغم غياب البصر قاده حب الشيء إلى أن يصنع منه معجزة كونت ملامحها تلك الشكيمة الملقاة على عاتقها في المساهمة بتحويل المحن إلى منح عظمى تتعاظم معها الطموحات وتنتشي معها الهمم فمن الركود الذي أحدثته جائحة كورونا على طابع الحياة في إطارها العام حتى بدأ عبد الرحمن باستثمار الوقت وعدم إضاعته ليجد في دواخله الفسيحة شغفا للإبحار في محيط التكنولوجيا والتحكم بميراس البرمجة الحاسوبية وجدت مواقع عديدة تعطي شهادات معكمدة وتتدرب أصحاب الهمم على ما يريدونه مثل البرمجة وأي مجال آخر أي شيء يبدأ بحب ينتهي بنجاح كبير فجأة عبد الرحمن صار عنده ميول بس قاعد بداية كورونا على اللابتوب وقاعد اكتشفت شوي شوي أنه عبد الرحمن يخترع أشياء خاصة خاصة فيه أهوة ككفيف عنده قروبات خاصة بالتكنول أشياء هذه البرمجة يستعين فيهم يحس أنه أي شيء محتاجه يستعين فيهم إذا ما حصل الإجابة بدأش على اليوتيوب يدخل على برامج يتعمق هناك العديد من الظروف الملائمة التي منفكت تقف خلف صنع إنجازي مالك البصيرة المعطاءة بالستة عشر عاما وبعدها يدعم من وزارة التربية شكر لهم جميعا أنهم يحتضنون مثل عبد الرحمن وأمثاله وطبعا لهم الشكر أولا وآخرا لاحظنا ميولة إلى مجال التكنولوجيا فحبنا أن نرعى هذا المجال طبعا الطالب عبد الرحمن أيضا التحق بامتحانات شهادة ICDL عن بعد التحق بالعديد من الدورات التربية الخاصة بالبرمجة عن بعد الطالب عبد الرحمن لديه قدرة على المهارات الفنية في تصليح أجهزة الحواسيب والعطال أتمنى أن يرفع أول تطبيق لي بإذن الله بعد ما أقوم بتجهيزه على متجر جوجل بلاي مرتجيا إتمام ما يجول في نفسه من طموحات وآمال كبرى تلامس عنانا السماء لتلفزيون البحرين محمد رشيلات